اشتركوا في القناة اضافة للتحضيرات للقاء تشوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وقد عرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للأمين العام ولجميع منتسبية الأمانة العامة على جهودهم الطيبة التي يبدلونها في سبيل تحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة لمزيد من التقدم والتطور والتكامل لكل ما فيه خير وصالح أبناء دول مجلس التعاون وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن امتنانه واعتزازه بلقاء صاحب الجلالة الملك المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وما أبداه جلالته من توجيهات سديدة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا للأهداف السامية النبيلة وقال الأمين العام إن جلالة الملك المفدى أشاد باللقاءات الأخوية بين قادة دول المجلس والمسؤولين فيها لما من شأنه تعزيز التواصل والترابط والتعاون بين دول المجلس منوها بالاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول مجلس التعاون الذي ستستضيفها رياض يوم الخميس المقبل مشهدا جلالته بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة ومنسوبها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التعاون والتكامل وأضاف إنه عبر لصاحب الجلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لتفضل جلالته بتكريم عدد من القادة في مجال العمل الشبابي المشترك والشباب المبدعين المتميزين من أبناء دول المجلس تأكيدا من جلالته وأخوانه قادة دول المجلس على حرصهم واهتمامهم بالشباب الخليجي وتوفير البيئة الأمنة المستقرة المحفزة على مزيد من العطاء والمساهمة الوطنية والإنتاج والإبداع